موسيقى استعدادات على قدم وساق للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والحكومة تؤكد أنه خارطة طريق جديدة حول مستقبل الاقتصاد المصر فريسون تتصدر الصراع الأوكراني روسي ومحاولات حثيثة من الجانبين للسيطرة على المدينة في محاولة لكبحي جماحي أزمة الطاقة قادة الاتحاد الأوروبية تفقون على تعزيز المشتركات المشتركة للغازة السلسة مساء في القاهرة الوحيدة بتوقيت جريمتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى مع بدء العد التنازلي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 تستعد الدولة لخارطة طريق جديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري خارطة طريق تستند على أراء الخبراء والمختصين كل في مجاله أنوانها المشاركة وقوامها الرؤية العلمية والعملية الخالصة موسيقى تنطلق بعد غد الأحد فعليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظم الحكومة المصرية خلال الفترة من الثالثة والعشرين إلى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرية بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفاكرين والحبراء المتخصصين أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن المؤتمر يستهدف التوافق على خريطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات القادمة واقترح سياسات وتدابير واضحة تصهم في زيادة تنفسية ومرونة الاقتصاد المصري كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيام السلاسة وفق سلاسة مسارات أساسية حيث يشمل المسار الأول السياسات الاقتصادية الكلية فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة تبيئة الأعمال ويخصص السالس لسياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة القادمة اشتركوا في القناة 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 الازمة العالمية اشتركوا في القناة الانتاجية اشتركوا في القناة الاستراتي استراتيجية اشتركوا في القناة 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 يأتي ذلك تمهيدا للحوار الوطني حول الدين العام حيث كان مجلس اميناء الحوار الوطني قد شكل لجنة للدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي وذلك ضمن المحور الاقتصادي نظرا للاهمية الكبرى التي تحيط بهذا القطاع كما تنظم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول الوضع الحالي للمناخ في مصر ودور الحوار الوطني في مواجهة التغيرات المناخية تأثيرها على مصر وخططها التنموية وتناقش الجلسة الوضع الحالي للمناخ في مصر ما بعد سياسات التكيف مع التغيرات المناخية والمشروعات القدراء التي نفذتها مصر للتكيف مع التغيرات المناخية هذا إلى جانب عدة موضوعات متفرعة منها الجوانب المتأثرة بالتغيرات المناخية في قطاعات الزراعة والري والتجهيزات والاستعدادات لوزارة الزراعة والري لفعاليات القمة وفي ملف الأزمة الروسية الأوكرانية مع احتدام الصراع في خرسون رفض الكريملين تعليق حول تساؤلات تتعلق بقيام الرئيس فلاديمير بوتين بإصدار أمر للقوات الروسية بالانسحب من مدينة خرسون الواقعة جنوب أوكرانيا وأحل المتحدث باسم الكريملين دمتري بيسكوف السؤال إلى وزارة الدفاع يأتي ذلك في الوقت الذي يجلي فيه مسؤولون معنيون من روسيا في الوقت الحالي عشرات الألاف من سكان الضفة الغربية من نهر لنيبرو الذي يقسم المنطقة مؤكدين أن الموقف مازال متوترا في مواجهة عمليات التقدم الأوكرانية من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها الجوية دمرت مستودعا أوكرانيا يضم معدات عسكرية أجنبية الصنع وأوضحت الدفاع الروسية أن المستودع الذي يضم كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات يقع في منطقة خرسون في المقابل اتهمت أوكرانيا روسيا بأنها زرعت ألغاما في سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بالقرب من خرسون وأوضحت كييف أن الهدف من ذلك هو إحداث كارثة بالمنطقة التي بدأت إخلاؤها من سكانها في مواجهة تقدم قوات كييف وقال الرئيس الأوكراني فلود ميرزل ناسكي أمام مجلس الاتحاد الأوروبي إن روسيا تمهد عمدا لكارثة واسعة في جنوب أوكرانيا بتلغيم السد ووحدات محطة كاكوفوكا لتوليد الطاقة الكهرومائية التي تعد من أكبر المنشآت من هذا النوع في أوكرانيا موضحا أنه إذا انفجر فستصبح أكثر من ثمانين بلدة بما فيها خرسون في منطقة فيضانات سريعة من جانبها اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بقتل ما لا يقل عن أربعة وإصابة الثلاثة عشر آخرين في هجوم صاروخي على مدنيين كانوا يغادرون مدينة خرسون في الوقت نفسه اعترف مسؤول الأوكراني بوقوع الهجوم لكنه قال إنه حدث بعد فرض حظر تجوال على المدنيين فصل جديد من فصول الأزمة الأوكرانية تشهده مدينة خرسون حيث تعتبرها روسيا النقطة القادمة الهامة التي يجب السيطرة عليها في حين تعتبرها أوكرانيا سبيلها الوحيدة من أجل البقاء وبدأت السلطات الموالية لروسيا الانسحاب من خرسون وإخلاءها من المدنيين تزامنا مع حشد كييف لعشرات الآلاف من قواتها والتقدم لاستعادة المدينة وهو الأمر الذي يؤكد أن العملية العسكرية دخلت منحنا خطيرا للغاية وتعتبر خرسون الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية من بين المناطق التي ضمتها موسكو إذ تسيطر على كل من الطريق البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا في عام 2014 وكذلك مصب نهر دينيبرو الذي يبلغ طوله ألفين ومائتي كيلو متر والذي يقسم أوكرانيا إلى شطرين وتشير التقديرات إلى أن القوات الأوكرانية ستعمل على إبقاء القوات الروسية ثابتة دون السعي لمزيد من التقدم ثم بعد ذلك ستبدأ في مهاجمتها خاصة وأن تقدم القوات الأوكرانية أكثر يمثل انخراطها في القتال في ضاحية خرسون وتعمل روسيا على بناء القوة القتالية والعدادية للتشكيلات والوحدات العسكرية في خرسون فضلا عن إنشاء احتياطيات إضافية وتجهيز الخطوط والمواقع الدفاعية على طول خط التماس بأكمله خاصة وأن الضربات بأسلحة دقيقة على المنشآت العسكرية والبنية التحتية تؤثر على القدرة القتالية المستمرة للقوات الأوكرانية أعلنت لسلطات الأوكرانية أن سلسلة من الانفجارات هزت مدينتي خركيا وزابريتيا وذلك بعد أن كثفت القوات الروسية ضربتها الصاروخية على أوكرانيا جاء ذلك بينما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية التابعة للجيش الأوكراني في مدينة خركيا في الجنوبية أعلن أن القوات الروسية تهاجم المدينة بينما يتم حس السكان على البقاء في الملاجئ وقال رئيس بلدية خركيا فيهور تيرخوف أن السواريخ أصابت منشآة صناعية في المدينة مضيفا أن رجال الإنقاذ لم يقيموا حجم الأدرار حتى الآن أو يتأكدوا من وقوع الإصابات إلى ذلك أكدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة أهمية حماية مبادئ المنظمة الدولية الخاصة بالسيادة وسلامة الأراضي خاصة في ضوء محاولة روسيا ضم الأراضي الأوكرانية جاء ذلك في بيان للخارجات الأمريكية حيث أكد أن وزير الخارجات أنطانيو بلينكين والأمينة العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش نقشا في اتصال هاتفي الحاجة إلى استمرار عمل الأمم المتحدة لمعالجة الأزمات الأمنية والإنسانية العاجلة في أوكرانيا رصدت الولايات المتحدة الأمريكية تدعية العقوبات المفروضة على روسيا في التأثير على قدرتها على شن عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا وذكرت الخارجيات الأمريكية أن للعقوبات التي تديرها وتفرضها وزارة الخزانة الأمريكية تأثيرا كبيرا على قدرة روسيا العسكرية وأفادت بأن العقوبات التي فردتها الولايات المتحدة إلى جانب الحلفاء والشركاء أدت على وجه التحديد إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي مما حدا من قدرة البنك المركزي على المساعدة في المجهود الحربي وتخفيف تدعية العقوبات أعلن رئيس المجلس الأوروبية شارلي ميشيل أن المجلس بحس زيادة قدرات أعضائه الدفاعية بالتعاون مع النيتو وأضف خلال مؤتمر صحفي في ختم قمة قادة الاتحاد الأوروبي أنه يتوقب العمل على تعزيز استقلالية دوله ودعم قيمها وحول العلاقات مع الصين صرح ميشيل بأنها سترتكز على مبدأ المعاملة بالمثل لقد بحثنا عن السبل المختلفة لتقوية قدراتنا للدفاع عن المبادل التي نؤمن بها وهي حقوق الإنسان والحريات الأساسية نحن ملتزمون بتقديم المزيد من المعاملة بالمثل فيما يخص العلاقات الاقتصادية مع الصين وأوروبا هذا عمل يجب أن نعمل عليه جميعا على كافة الأصعدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وارتفاع معدل تضخم عالميا تعاني الدول الأوروبية من أزمة حقيقية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وفي هذا الإطار اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي لوضع خارطة طريق لتعامل مع تلك الأزمة ارتفاع غير مسبوق ضرب قطاع الطاقة في أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا الأمر الذي دفع قادة الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع يسعون من خلاله إلى وضع خارطة طريق تهدف إلى وضع إجراءات في الأسابيع المقبلة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة وخلال الاجتماع اتفقت الدول السبع والعشرون على تعزيز المشتريات المشتركة للغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلاين خلال الاجتماع أوضحت أن الاتحاد الأوروبي أصبح لديه خطة جيدة للتعامل مع زيادة أسعار الطاقة تدعو إلى تسريع مفاوضات الدول الأوروبية مع الدول المنتجة الموثوقة مثل النرويج والولايات المتحدة من أجل الحصول على الغاز من تلك الدول وتأكيدا على كلام فون ديرلاين أوضح رئيس المجلس الأوروبي شارلي ميشيل أن الوحدة والتضامن يا سودان وأكد أن هناك اتفاقا على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات ولكن في المقابل أوضح المستشار الألماني أولاف شولتز أنه إذا لم يتمكن وزراء الطاقة من الاتفاق على نسخة نهائية فستكون هناك حاجة إلى قمة جديدة لرؤساء الدول الأوروبية لوضع خارطة تنهي الأزمة الحالية التي تعيشها دول الاتحاد أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فأكد أنه يمكن تنفيذ الآلية التي اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل وأكد أن قادة الاتحاد الأوروبي أرسلوا إشارة واضحة إلى الأسواق الأوروبية بشأن آلية التنفيذ أن تقدم لهم على وجه الصرعة قرارات ملموسة بشأن مجموعة من الإجراءات لكبح أسعار الغاز المتقلبة وفق البرلمان الألماني على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو التي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير اتفاع أسعار الطاقة كان البرلمان الألماني قد صوت في وقت سابق على تعليق ما يسمى بمكابح الديون في البلاد أكد وزير المالية البريطانية جيرمي هانت مجددا أن الحكومة ستفعل كل ما هو ضروري لخفض الدين في الأجل المتوسط وأضف هانت في بيان له أنهم سيفعلون كل ما هو ضروري لخفض الديون من الأجل المتوسط وضمان الإنفاق الجايد لأموال دفعي الضرائب ووضع المالية العامة على مصار مستدامة جاء ذلك بعد يوم من إعلان ليستراس استقالتها بعد أقصر فترة ولاية في تاريخ رئاسة وزراء بريطانيا وكانت تراس قد اضطرت للاستقالة بعد أن أضر برنامجها الاقتصادي بسمعة البلاد فيما يخص الاستقرار المالي وأدى لتزايد معدلة الفقر أكدت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بالولايات المتحدة الأمريكية أن مبيعات المنازل انخفضت بنسبة 1.5% في سبتمبر الماضي وأشارت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إلى أن قطاع الإسكان يوصل تراجعه بسبب الارتفاع المستمر في معدلة الفائدة وقد تجاوز معدل الرهن العقاري لأجل 30 عاما حاجز 6% واقترب من مستوى 7% تواجه الولايات المتحدة تراجعات في مبيعات المنازل والتي وصلت إلى أدنى مستوى في عشر سنوات خلال شهر سبتمبر الماضي مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري ومع استمرار ارتفاع أسعار البيع جعل من الصعب على كثير من المشترين المحتملين تحمل تكلفة شراء منزل جديد الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بالولايات المتحدة أكدت أن مبيعات المنازل سجلت 4.71 مليون وحدة في شهر سبتمبر الماضي بانخفاض قدره يصل إلى 1.5% في سبتمبر الماضي وأشارت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إلى أن قطاع الإسكان يواصل تراجعه بسبب الارتفاع المستمر في معدلات الفائدة وتجاوز معدل الرهن العقاري لأجل 30 عاماً حاجز 6% واقترابه من مستوى 7% وتعتبر مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر هي الأقل منذ سبتمبر 2012 كما أن التراجع في سبتمبر هو الثامن على التوالي وبلغ متوسط أسعار المنازل القائمة المتاحة للبيع 384.8 ألف دولار في سبتمبر بزيادة قدرها 8.4% عن نفس الفترة من العام الماضي وعلى أساس سنوي انخفضت مبيعات المنازل في أمريكا بنسبة 23.8% الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر في 2021 هذا وقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائد القياسي مما يقرب الصفر في مارس إلى النطاق الحالي من 3 إلى 3.25% في محاولة لكبح جماح أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً ونتيجة لذلك تعرض سوق الإسكان الحساس لتغيرات أسعار الفائدة لضربة أكبر بكثير من معظم قطاعات الاقتصاد الأخرى في المقابل أظهرت قطاعات أخرى من الاقتصاد مثل سوق العمل نشاطاً أكبر على الرغم من محاولات مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الطلب كشفت بيناتنا رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين قفز بنسبة 3% في سبتمبر الماضي مسجلاً أكبر تحرك له في 31 عاماً وأفدت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر السادس على التوالي بنحو أن توقع الاقتصاديون معه أن يرتفع أكثر من ذلك في نهاية العام كذلك قفزت أسعار الطاقة بنسبة 16% و 19% مع ارتفاع فوتير الكهرباء والغاز بوتيرة أسرع من البنزين والكيريسون بدأت بريطانيا حملة البحث عن شخصية تتولى رئاسة الحكومة خلال الأسبوع على أبعد حد خلفاً لليستراس التي أعلنت استقالتها من رئاسة الوزراء هذا ولم تعلن أي شخصية ترشحها رسمياً حتى الآن لكن من بين المتنفسين المحتملين وزير المالية السابق ريتشي سوناك والوزير الحالي المسؤول عن العلاقات مع الفرلمان بني موردونت ومن المرشحين أيضاً رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الذي سيحاول على الأرجح العودة بعد أكثر بقليل من ثلاثة أشهر على دفعه إلى الاستقالة لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفياً من لندن دكتور أحمد ياسين المحال الاقتصادي تحت لك دكتور أحمد دكتور أحمد من واقع رصدك للشارع البيطاني من من هو المرشح الأوفر حظاً لخلفة ليستراس هذا سؤال صعب بالنسبة لكل بريطاني كل ما يحتاجه أو يريده البريطانيون حالياً هو تجاوز هذه الأجمالات السيئة المجددالية وتحقيق وحدة الصفق بين أعداء حظب المحاصدين بكي تتمكن من إجابة الألول اللازمة للأزمة الاقتصادية وإطفاءة حكومة المعيشة هذا كل ما يريده البريطانيون ليس هناك من أي شخص مفضل يعني هنا يتم الحديث عن بوريش جونسون لأن بوريش جونسون هو الوحيد الذي حقق الأغلبية الكاسهة في البرلمان البريطاني في انتخابات 2019 يعني باقي أعضاء حزب المحافظين هم سوف يعني ينطلقون من هذه الأغلبية وقد حاولت للسطرس أن تعتمد على هذه الأغلبية في البرلمان لكي تحقق وتوجد الحلول اللازمة لما يعاني البريطانيون ولكنها فشلت لذلك بوريش جونسون قد يكون واقعيا هو لديه الأحقية يعني أكثر من غيره للانطلاق من هذه الأغلبية الكاسهة التي ما زالت ما زالت تمتع بها حزب المحافظين في البرلمان البريطاني لكن برأيك بعد استقالاته بعد ثلاثة أشهر أو أقل من ثلاثة أشهر هل من الممكن أن يكون يعني يستعد لبرنامج اقتصادي قوي يستطيع أن يبرز قدراته في الفترة القادمة نعم لماذا يعني لماذا لا هو يعني ارتكب أخطاء لم تكن لها أي صلة ببرنامجه الاقتصادي كان برنامجه الاقتصادي كان فعالا وجيدا اعتمد على ريشي سوناك الذي يعني الكل يعترف بخبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي وكان الاقتصاد البريطاني يسير على خطة سريمة بالنسبة للأخطاء التي ارتكبها هو لم يقل الحقيقة بكل وضوح في البرلمان البريطاني اعتذر مرارا وتكران عن هذا الخطأ ودفع غرامة من قبل الشرطة البريطانية يعني يمكن للبريطانيين أن يتناسوا ويتجاهلوا مثل هذه الأخطاء طالما أنه تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة جدا في المجال الاقتصادي وكذلك أيضا في مجال المفاوضات مع الأوروبيين يعني هذه النقطة عالقة مازالت عالقة مع الأوروبيين اتفاق بروتوكول شمال أرلندا مازال يحتاج إلى مفاوضات مكثفة مع الأوروبيين وأنا لا أرى أي شخص آخر بين أعضاء حزب المحافظين لديه القدرة التفاوضية الكبيرة التي كرسها بوريس جونسون مع الأوروبيين من خلال أخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لذلك واقعيا بوريس جونسون هو البديل هو المنقذ الذي أنا أراه لتحقيق واحدة التصاف بين أعضاء حزب المحافظين وكذلك أيضا إيجاد الحلول اللازمة للمعاناة التي يعيشها البريطانيون جراء ارتفاع تكلفة المعيشة هذا يعني أن بوريس جونسون هو الرئيس الوزراء المحتمل للشغل منصب رئيس الوزراء بريطانيا في الفترة القادمة شكرا جزيلا دكتور أحمد ياسين المحل الاقتصادي شكرا جزيلا لك أعلنت كوريا الجنوبية عزمها دخ 30.5 تريليون وون في إنشاء نظام الردع السلسي المحاور لمدة خمس سنوات أتبارا من العام القادم ووضحت تاسول أنها تسعى لنظام الرد السلسي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مؤشرة إلى أن النظام يتكون من منصة الضربة الاستباقية سلسلة القتل والعقاب والانتقام الكوري الهائم وهو برنامج يستهدف قيادة العدو في حالة طوارئ ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري تسعى لنظام الرد السلسي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخي الكوري والصاروخي الكوري يأتي ذلك مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف العنف المتصاعد في تيجري منذ محاولة سابقة للاتحاد الأفريقي هذا الشهر للتشجيع الطرفين المتصارعين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات قتل نحو خمسين شخصا وأصيب ما يقرب من سلاسة مئة في أعمال عنف اندلعت في تشاد وخرج مئات إلى الشوارع في احتجاجات للمطالبة بانتقال أسرع إلى الحكم الديمقراطية وقال رئيس الوزراء الشدي الذي أعلن حصيلة القتل في مؤتمر صحفي قال إن الحكومة تواصل حصر ضحايا ما وصفه بأنه انتفاضة مسلحة ودعت المعارضة وجمعات المجتمع المدني إلى احتجاجات في الموعد المفترض لنهاية الفترة الانتقالية المتوافق عليها في البداية وحضرت الحكومة الاحتجاجات مشيرة أنها لأسباب أمنها أزمة حقيقية تعيشها القرطة الأفريقية نتيجة لتغير المناخ وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على مليار طفل أفريقية يتي ذلك وفقا لأول مؤشر يركز على تعرض الأطفال لمخاطر المناخ حيث أوضحنا الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى والتشاد ونيجيريا من بين أكثر الأطفال عرضة لمخاطر تغير المناخ ثمن باهظ تدفعه القارة السمراء لسداد فاتورة تغير المناخ الذي لم تسهم في التسبب فيه والذي صار خطرا محدقا بالدول الأفريقية وهو الخطر الذي يهدد أكثر من أربعين مليون شخص من سكان المنطقة ويؤدي إلى نفوق مئات الآلاف من الماشيات والحيوانات البرية فما بين خلل بيئي بسبب تزايد نسبة الكربون في الهواء إلى التعامل غير المدروس مع التغير المناخي إلى جانب القطع الجائر للغابات والرعي الجائر لنباتات المراعي يلوح خطر المجاعة كأحد أكثر المخاوف المرتبطة بموجة الجفاف في المنطقة ووفقا للتقارير لجنة الإنقاذ الدولية المتخصصة في رصد ودرء الكوارث الطبيعية فإن ثلاثا من دول القرن الإفريقي وهي إثيوبيا وكنيا والصومال تعتبر موطنا لنحو 70% من الأشخاص الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم كما أن تزامن موجة الجفاف الحالية مع اضطراب إمدادات الحبوب والوقود بسبب حرب أوكرانيا زاد من مخاطر الجوع في الصومال التي تستورد نحو 75% من احتياجاتها من الحبوب من أوكرانيا وما قبلها من جائحة كورونا التي أعجزت أعد اقتصادات العالم ومن المتوقع حدوث ارتفاع كبير في عدد الأطفال المعرضين لسوء التغذية الحادة خصوصا في المناطق الشمالية من كينيا وبعض مناطق إثيوبيا والصومال التي يقدر أن يعاني 54% من أطفالها من تلك المشكلة بحلول العام المقبل وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من جهة الهيئات الدولية والحكومات التي كانت سببا رئيسيا في تغير المناخ لتحمل مسؤوليتها نحو أفريقيا فإذا لم تنتبه لمسؤوليتها المباشرة فلعل ما يقنعها أننا نبقى جميعا على ظهر سفينة واحدة لن ينقو أحد منها بنفسه شهد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين مبادرة دوم الفرح ضمن مبادرة مؤسسة حياة كريمة وتهدف مبادرة دوم الفرح لتجهيز مائة عروس من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة ودور الأيتام ومن الأكثر احتياجا بعدد من مراكز المحافظة ضمن مبادرات مؤسسة حياة كريمة شهد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين مبادرة دوم الفرح ضمن مبادرات مؤسسة حياة كريمة لتجهيز مائة عروس من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة ودور الأيتام ومن الأكثر احتياجا بعدد من مراكز المحافظة وذلك عقب إجراء بحث اجتماعي عن الحالات وتحديد احتياجاتهن وتوفير الأجهزة الكهربائية للعرائس فضلا عن بعض الإعانات فعالية المعنية بتجهيز 100 عروسة من المستحقين من أهلنا اللي تم عمل بحث على الحالات بتاعتهم ككونهم أكثر استحقاقا طبعا بطبيعة الحالة المبادرة غرضها نحن نلمس احتياجات أهلنا بشكل واقعي على أرض الواقع وبالتالي تم استخدام متطوعين الموجودين في مركز ألين العرائس اللي موجودين هنا النهاردة احنا نزلنا دورنا عليهم في كل العزب وكل القرى علشان نقدر ان احنا نجيب فعلا أهلنا بن المستحقين علشان كلنا يعم علينا حياة كريمة قطار يدوم الفرح وصل الكفر الشيخ بتجهيز 100 عروسة من إخواتنا بنات كفر الشيخ رعينا في العرائس دي زي ما بنراعي في كل مبادراتنا يدوم الفرح في كل المحافظات ان احنا نكون يعني يقع الاختيار على الأخطر استحقاقا بنغطي كل مراكز محافظة كفر الشيخ وقدين من الحمول من ألين من الرياض من دسوء من كل مراكز كفر الشيخ تقريبا في عرائس ممثلة تضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات لفرقة كرال جماعة كفر الشيخ واستعرضت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة فعاليات المجلس القومي للمرأة بالقرى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة احنا سعادة جدا بتطوعنا ومشركتنا في حياة كريمة لان هي بصراحة حاجة مفيدة جدا لأهلنا في المركز والمحافظة كلها منظمين مؤتمر كبير جدا بنساعد فيه العرائس اللي هي محتاجة طبع حياة كريمة بحب أشكر رئيس عبدالفتاح السيسي ان هو بيدعمنا وقدر ان هو يوفر لنا كيان كبير زي حياة كريمة عشان نساعد الأهالي لوحد بيكون مبسوط فعلا بانه شايف اللي حواليه كلهم مبسوطين عايزة أقول بس كلمة بسيطة احنا طول ما احنا متطوعين في مؤسسة حياة كريمة احنا جنبكم ودايما اي حد بيكون محتاج اي حاجة احنا اول ناس بنكون معاه وبنتعمه وبنحاول نوفره لحاجة اللي هو محتاجها جهد كبير استحق ثناء القيادات التنفيذية بالمحافظة لا سيما مع تعدد المبادرات التي اطلقها القائمون عليها بالمؤسسة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية والتي ترجمت الأفكار الاجتماعية لواقع على الأرض انطلقت قافلة طبية بمرس عالم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اوضح وكيل وزارة صحب البحر الأحمر اسماعيل العربي أن القافلة وقعت الكشف مع صرف العلاج لمئة وتسعة حالة بمختلف التخصصات الطبية بالمجان وتم اجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج لها وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر توصل تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جلساتها النقاشية ضمن مساهمتها في الحوار الوطني تضمنت الجلسات الأخيرة مفهوم الحبس الاحتياطي والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للخروج بالتوصيات جلسة نقاشية هامة نظمها صالون تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين حول كيفية مساهمة الحوار الوطني في وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي حيث تناولت الجلسة التي ضمت عددا من ممثل الأحزاب المختلفة عدة محاور تحدثت عن مفهوم الحبس الاحتياطية والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطية للخروج بتوصيات تساهم في معالجة هذا الأمر بنتكلم في قانون الإجراءات الجنائية وأهمية ادخال تعديلات علشان يتم ووضع محددات وضمانات للحبس الاحتياطي علشان ما تمسش بحياة المواطنين بشكل أكبر النقاشات كانت بتدور في هذا الأمر وكان فيه العديد من الأفكار اللي طرحت في هذا الاتجاه زي فكرة التوسع في الإجراءات البديلة والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي اللي هي بالفعل صادر بيها القانون رقم 145 لسنة 2006 بنا تمنى أن المشاركة اللي حصلت يعني بين القوى السياسية وأحزاب سياسية مختلفة جوة أنها تبقى مش بس على سبيل أن احنا نبقى استدعينا حد وقعد وتكلم أو أنه فلان أو فلانا بيمثل أو بتمثل حزب ما أو حركة ما أو قوى السياسية ما لكن يبقى فعلا كلامنا ده بيؤدي إلى شيء مش مجرد بنخوض التجربة يعني حوارات ونقاشات تبادلية بين الأعضاء المشاركين تحدثت عن دور لجنة العفو الرئاسية نحو الحبس الاحتياطي وتعامل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع هذا الملف والخروج بتوصيات تؤكد على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع استمرار إجراء مناقشات حول هذا الموضوع بمشاركة الأحزاب السياسية المختلفة للاتفاق على تعديلات هذا القانون هو طبعا الجلسة دي كانت جلسة مهمة وموضحها مهمة وكان ما صار يعني نقاش واسع في سواء في الأوساط السياسية أو في المجلس النواب بتعد تشريعات أو في هذه الجلسة نفسها اللي هو موضوع الحبس الاحتياطي لأنه يعني كان دايما بيتردد في الفترة الأخيرة أمور متعلقة بأو يعني أنه فترة الحبس الاحتياطي السقف الزمن اللي لها طويلة هو إجراء احترازي أصلا يعني المفروض أنه المتهم بريء حتى تثبت إدامته وبالتالي الإجراء الاحترازي ده المفروض يكون قصير المدة وينتهي بإجراء النقاش دار وكان هناك تنوع فكري كبير لأنه كان الصالون بيجمع أحزاب سياسية متعددة في الأراء والأيدولوجيات استفدنا جدا بطرح هذا النقاش الثري كمان قضية الحبس الاحتياطي بنشوفها طول الوقت أنه الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي يجب أن يبقى إنه إجراء احترازي وليس عقوبة ولذلك من المهم أنه نضمن نقاش موضوعي في قانون الإجراءات الجنائية ليحقق أنه الحبس الاحتياطي يبقى في إطار الموضوع كإجراء احترازي وليس عقوبة دور هام تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال هذا الحوار الوطني الموسع للتنسيقية لجمع مختلف التوجهات والأراء السياسية المتنوعة لتخطو خطوات ثابتة بإنجازات كبيرة نحو حياة سياسية جديدة تخدم الجمهورية الجديدة محمود جميل التلفزيون المصري تصدف مصر فعالية الاجتماع الوزري الرابع والعشرين لمنتدى دول المصدرة للغاز وذلك بالقهر خلال الفترة من الثالثة والعشرين حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري برئاسة وزير البترول طارق الملة وأوضح الملة أن ناقاد الاجتماع هذا العام في مصر يأتي في ظل رئاستها للمجلس الوزري المنتدى لعام الفين اثنين وعشرين مؤكدا حرص مصر من خلال الاجتماع هذا العام على إقامة حوار عالمي بناء بين الدول الأعضاء يركز على دور المستقبلي المهم للغاز الطبيعي في مرحلة التحول التاقي باعتباره أنظف أنواع الوقود الإحفوري ومصدرا موفرا للطاقة بتكلفة ملائمة في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 تتابع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أخر مستجدات جهود الوزراء للحد من نوبات تلوث الهواء الحد وفي بيان أكدت وزيرة البيئة أن الجهود أسمرت حتى الآن عن تجنب 16 ألف طن امبعاست حيث أوضحت أن هناك إقبالا من الأهالي على فتح مواقع تجميع قش الأرز بالإضافة إلى متابعة على مدار اليوم لرز نقاط حرق المخلفات ومراقبة بعثات مصدر التلوث المتوقعة للحفاظ على جودة الهواء استقبلت مدينة شرم الشيخ لأول مرة معدات بيئية لنظافة الشوارع وإعادة التدوير استعدادا لقمة المناخ التي تعقد نوفمبر القادم وشهدت المدينة وصول أول سيارات بيئية في مصر للحلول المتكاملة لتدوير النفايات والمخلفات الصلبة لأعمال النظافة استعدادا لاستضافة المدينة لمؤتمر قمة المناخ وتتميز هذه المعدات بأنها صديقة للبيئة من أجل أفاق جديدة لخدمة بيئة شرم الشيخ الخضراء من أجل أفاق جديدة لخدمة التحول إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة استقبلت مدينة شرم الشيخ لأول مرة معدات بيئية لنظافة الشوارع وإعادة التدوير استعدادا لقمة المناخ التي تعقد في نوفمبر القادم المؤدات التي تم استخدامها في المنظومة مؤدات زكية نسبة الإمميشن التي خارج فيها أو التلوث التي ناتج عنها أولا جدا مؤدات كهرباء مؤدات صديقة البيئة زي ما شرحت لحضرتك الأمالة مدربة على أعلى مستوى بحيث أن يبقى في مدينة خضراء مدينة منظومة لإدارة المخلفات الزكية حتى الأعمالة التي تشتغل مدربة على أعلى مستوى تم الاستعانة بالمرحلة الأولى من المؤدات المملوكة للشركة داخل العاصمة الإدارية لحين استكمال المؤدات الوردة من الشرق تتميز هذه المؤدات بأنها صديقة للبيئة من سيارات بحلول متكاملة لتدوير النفايات والمخلفات الصلبة لأعمال النظافة من المنبع وتستطيع العمل وفقا لخطة التشغيل والنظافة لبيئة شرم الشيخ بالنسبة للعربات أو بالنسبة للسيارات الموجودة نحن نشغل على مدار الأربعة وعشرين ساعة عنده جزء موجود في الشوارع وموجود في الأماكن وعنده جزء مخصص لمنطقة قاعة المؤتمرات خلفه أمام قاعة المؤتمرات بمواصفات معينة وعمال معينة الحاجات الموجودة عندنا النهاردة دي عربيات كلها كهرباء صديقة للبيئة بحيث أن مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء فلازم نستخدم حاجة تكون موجبة لحادث إن شاء الله وربنا سهل نطلح حاجة كويسة لمدينتنا وبلدنا مصر بإذن الرحمن تعد هذه المعدات البيئية للنظافة والتجميل الدفع الأولى لأول مرحلة تشغيل ضمن منظومة تسعى من خلالها وزارة البيئة إلى تعميم التجربة في كافة المحافظات لخدمة المواقع المختلفة بتقنيات حديثة شاركت تعدة محافظات مصرية في مارسون الدراجات الذي أقيم ضمن الاحتفال بمرور خمسين عاما على العلاقات المصرية الإماراتية حمل المشاركون أهلم مصر والإمارات في ظل تواجد أمني وتسيير لحركة المرور في إطار الاحتفالات بمرور خمسين عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية نظمت الكشافة الجوية المصرية عدة فاعليات في مختلف أنحاء الجمهورية بحضور عدد من المسؤولين من البلدين التعاون المشارك بيننا وبين كل الدول العربية حاجة جميلة يعني احنا عندنا المنظمات الكشفية العربية دي أحد منظمات الكشفية العالمية اللي بتؤثر على الحركة الكشفية في الوطن العربية كلها تضمنت الاحتفالات انطلاق ماراثون دراجات من مختلف المحافظات حيث حمل المشاركون على مصر والإمارات في ظل تواجد أمني لتأمين خط سير الماراثون وتسيير الحركة المرورية الماراثون النهاردة ماراثون دراجات هواية وشكيت بمناسبة مرور 50 سنة على العلاقات الإماراتية المصرية تحتفل بمرور 50 سنة على تأسيس العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات الشريطة ونظرا لهذا الانتباط بين الشعبين حقيقة كنا حارسين هنا في حفظ برسعيد يعني يبتيجي نقطة الانطلاق من نقطة تاريخية على دفاف نقطة الانتقاء ما بين البحر الابط المتوسط والقناة السويس بنهني الشعب الإماراتي وبنشكره على التعاون مع الشعب المصري وطبعا مصر الإمارات شعب واحد وإن شاء الله تستمر العلاقة على طول ومدير مشاركة محافظة مطروح ومدير الشعب والرياضة في الاحتفال بالعلاقة المصرية لمدة 50 عام الاحتفالات تأتي تعبيرا عن وجود امتدات شعبية أخوية وعلاقات وطيدة على مر التاريخ إلى جانب التعاون الحكومي وتوافق الرؤى بين قيادات البلدين احنا باسم شباب محافظة كفر الشيخ وشباب مصر بنقدم كل التحية والحب لشباب الإمارات العظيم والشعب الإمارات اللي بتربطنا معاه علاقة ود كبيرة جدا مصر طبعا بتستضيف مؤتمر المناخ كاب 27 في الشهر القادم وهم بيتسلموا مننا السنة القادمة إن شاء الله فكل العلاقات من الإماراتية المصرية هي علاقات ود واحترام النهاردة اليوم كان كل الناس ملتزمين بيه سواء في التنظيم من التيم معانا أو بمساعدة برضو المديرية ومساعدة الناس اللي كانت مشاركة من مديرات مختلفة مصر والإمارات قلب واحد شعار رفعته الاحتفالات بين البلدين بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية بما يؤكد على قوة الروابط بين البلدين الشقيقين أوقض محافظ السويس عبد المجيد سقر شعلة النصر بالنصب التذكري للجند المجهول أمام ديوان عام المحافظة مع مواصلة السويس احتفالتها بعيدها القومي التاسع والاربعين للانتصار العظيم في الرابع والعشرين من أكتوبر عام الف وتسمائة وثلاثة وسبعين وبهذه المناسبة أكد محافظ السويس أن هذا الانتصار دليل على ترابط الجيش والشعب من أجل الوطن مشيرا إلى أن أجددنا وأباءنا بذلوا كل التضحيات والفداء من أجل الحفاظ على الوطن ونشد المحافظ الشباب خلال الفترة القادمة باستلهام روح أكتوبر في أعمالهم من أجل الارتقاء ورفع شأن مصر عاليا نحن قلنا أن شعب السويس نحن بنتمنى له الخير والإزدهار والرخاء إن شاء الله رب العالمين وقلنا أن شعب السويس العظيم البطل اللي عانى كثيرا سنوات الهجرة وسنوات الحرب ورجع لها بيوتو متهدمة والدولة لم تبخل والدولة بنته والدولة عاشت معا تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب الكبير أنيس منصور الذي رحل عن عالمين عن عمر نهز سبعة وثمانين عاما بعد تدهور لحالته الصحية واشتهر الكاتب أنيس منصور بالكتابة الفلسفية عبر ما ألفه من إصدارات جمع فيها الإسطوب الفلسفي مع الإسطوب الأدبي الحديث موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار استعدادات على قدم وساق للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والحكومة تؤكد أنه خارطة طريقة جديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري خيرسون تتصدر أسراع الأوكرانية الروسية ومحاولات حفيسة من الجانبين لسيطرة على المدينة في محاولة لكبح جماح أزمة الطاقة قادة الاتحاد الأوروبي تثقون على تعزيز المشتريات المشتركة للغزة شاهدين وصلنا الختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصرية شكرا لكم وإلى اللقاء